اشتركوا في القناة ونستعين بخبراء اليوم بوضع دينا قانونية ترتبط بقضايا أمام المحاكم ونستضيف أحد أبرز المحاميين في قضايا حقوقية كبيرة نستضيف اليوم الأستاذ محمد أغناج أستاذ محمد أغناج شكرا لك على تطلبية الدواء ومرحبا بك معنا شكرا جزيلا لكم برنامج نقطة نظام ونفيه ثلاثة ديال نقطة نظام تنختارهم كيكون عليهم واحد شوية وتنستعين بخبراء باش كي يشرحوا المتابعي إذن اليوم أنت خابرنا وأول نقطة نظام هي اليوم تنشوفوا ديال الظاهرة ديال مواكبة القضايا أمام المحاكم في الإعلام تقولوا الإعلام كانت تكلموا غالبا على ميكروفونات للأسف كانت نظام بأن نقليل كانت تلقى وصحافة متخصصة في الأمر وهذا كانت واحد تأثير درجة أنك يكون واحد من برس كبير وكيكون بعد مرات حتى ضرر بالمتقاضي اللي كيتشكي وبعد مرات كيتاخدك شي واحد المعايير شويش صعيبة شنو رأيك في الظاهرة وشنو في نظارك اللي يسببها وهل الهيئة اليوم هل تقوم الهيئة اليوم واعية بهذا المسأل ووش عندنا شي ضور في ترشيد هاد المواكبة يعني ووش متضطرين أننا جميع الملفات تخرج للغاية شكرا في البداية طبعا لابد أن نسجد على أن مواكبة الإعلام للقضايا الرأي جامل محاكم هو حق وهو مسألة طبيعية مسألة طبيعية لماذا؟ لأن المحاكمات ينبغي أن تتم في جلسات علنية وأن يسمح لجمهور المواطنين بحضورها هذه الفكرة هي فكرة من أساسيات التنظيم القضائي المعترف بها كونيا العلنية العلنية الجلسات قدرة الجمهور على حضور تلك الجلسات وحضور المناقشات ومتابعتها إذن المتابعة للإعلام القضايا التي المحاكم عموما يمسألة عادية بل نجده في بعض الدول هناك قنوات متخصصة في نقل ما يجري داخل المحاكم كي يبقى طبعا ما هو الخط الفاصل ما بين الحق العلنية أو الحق في متابعة مبدأ العالمية في المحاكم وما بين التأثير على القضاء من خلال وسائل الإعلام طبعا هذا السؤال هو الذي يتطرح بشكل كبير لأنه احتف الدول المتقدمة حينما تكون قضية ما قضية الرأي العام فصياغة الإعلام أو معالجة الإعلام للقضية قد تؤثر في مصار القضية وقد تؤثر حتى في الأحكام التي تصدروا في تلك القضية هذه المسألة هذه نحن بدينا نحس بها بواحدة نسبية داخل نظام القانوني ونظام القضائي المغربي بمعنى أن متابعة الإعلام لبعض القضايا يتجاوز مرحلة فقط الإخبار والإعلام أو المتابعة إشعار رأي العام بما يروج إلى مستوى تبني مثلا وجهة نظر معينة أو رأي معينة أو بعض المرات البحث عن الحاجة المثيرة في الوسط وهذه المسألة قدر يكون عندها تأثيرها على المصار ما اليوم في نظارك أنت محامل ممارس ما اليوم هذه المتابعة التي عندنا الطريقة طبعا الحق العالمية وما عندنا مهانية فهد وما أصلا نحن ليس نشوفه كيف ما قلت يفوت الأمر نقطة المتابعة والإخبار أنا سأقول لك أسمحي إياك لا نسألة في المتابعة للمحاكم وما عندنا المهانية في الإعلام أصلا لا يوجد علاقة فقط بما يرش في المحاكم لدينا علاقة أصلا بالمشهد الإعلامي يعني عشنا نقلة غير عادية من المرحلة الموازنة ما بين الإعلام الرسمي والإعلام الحزبي كانت تقريبا لحدود أواخر التمانينات كان المشهد الإعلامي المغربي كالطافية هذا جوش توجهاتي إما إعلام رسمي تشرف عليه وزارة الإعلام ووزارة الأنباء أو شيء عاجب حالك وما بين إعلام حزبي يعني يتابع لطيارات حزبية أو لكذا إحنا من بعد عشنا واحد نقلة سريعة بحيث أولا عدنا ورحة الإعلام يبدو أنه مستقل يبدو أنه يمتل مصالح أخرى خارج هذين الدائرتين وبوحد شكل متسارع طبعا متسارع بالنظر للتطور كذلك التكنولوجيا اللي أصبحت تتيحه وسائل التواصول وإمكانيات لأنه يكون منابير يعني متعددة لأن هذه المسألة هذه ما عنداش علاقة فقط طبعا ما قلت نحن بغينا نركلي لوحد الصورة دياله وحدة المؤسسة عندها وحدة هايبة عندها وحد إلى حضور كما كان الحال وحدة المؤسسة الأ القانونية اللي خاص يكون عندها هذه الهيبة المعالجة ديالإعلام القضايا delicious بحيث بعض المرات تتدخل مع هذا الموضوع هذا وبعض المرات تبعي تثيق تثيق الوي هناك متحدة تثيق أنا كتبولي ولكن هادرة تجاربها عاشتها أغلبية الدول في الانتقال ديالها أغلبية الدول في الانتقال ديالها كتعرف هذه المرحلة هذه طبعا كان عفوا مثلا في ملكيات مثلا مستقرة مثل بريطانيا على أن ما يسمى بصحافات للتبلويد أدت واحد الدور في ترويج واحد الخطاب الشعبوي في متابعة إلى آخر فالبتالي هذه المرحلة هادرة ما كتعيشها فقط تغير المغرب كيعيشها جميعا ربما من بعد كتعاود تقنانيا الناس كيعفوا أشنا هو المصدر الموتوق ولممكن أن DVD يمكن ان تسلوا به بعمر لأشكل أنه الصحفي المخوض لققل المتابعة هاد يخول له هي كلمة خلقة arbitr sehr لأنه يخول نظر على من سيخول له أنا أقول والله علم ما الذي سيخل له هو الجمهور بمعنى هن هو واحد لإنسان أنا نشد ال포机 له وكان تفرج كان واحد المنابر الذي تعرفها على أنه منابر جدّية وكان نأخذ من تلك المنابر ادوذ بهالك بحلها كنت تفرج المصرحيات كنت تفرج لي الحذا ولكن كذا. ف بالتالي هذه هاد الاختيار ديال المشاهد هو اللي كده. سمحين يحوصي واحدة جانب اخر في القضية المتابعة ديال القضايا ديال الاعلان. انا كنقول لك السلوك ديال المتقاضي. قبل ما ننظره على السلوك ديال الاطراف. السلوك ديال المتقاضي. بزاف ديال المتقاضيين حاليا اصبحت هاد القضية ديال انهم يحولوا القضية ديالهم الى قضية رأي عام أصبح رهانا بمعنك يا قدر ما تكون عندي أنا قضية دي اللي كرا ما أناسك نفوها الدار ما بخلص ركراه ولا شي حاجة بحال كام ولكن وجهات النظر دي لأنا هي أن هذا كمول دار دار مني ما مصلوح شي حاجة ما دير شي حاجة كده وأنا مصلحتي أولى ربما كيبن لي من وجهات النظر دي نحولها الرأي العامة وعليش اللي التاني أنا ما كرا اجتنات الفازات يجيو حده الدار ونبدأ نقول ليهم ونقول ليهم وكده كده فالمتقاضي عنده هاد رغبة طبعا احنا ما كنا نضروش فقط هل الملفات لا تشغلوا رأي العام هل كان نضروا الملفات العادية أي عاد مالي كتولي الملف كيشغل رأي العام يتين وحد 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 وشوية لعدم تقف القضاء بمعنى أن الناس مالي كتجي توقف قضاء القضاء كتقول على أن الدفوع والدفاع ومسلا أقدموها من المحكمة قد لا يؤثروا في مصاري القضية فهذا عدم تقى فيما يقع داخل القاعة والذي يجعل الناس تراهنوا على ما يقع خارج القاعة هو الذي يجعل الناس أنها تلجأ لهذا نقول واحد نوع من من الضغط بطريق الاستعمال دي الإعلام طبعا احنا كنا نعرفوه لأن الضغط أو المحاولة التي تأثير القضاء رمجرم دستوريا ومجرم قانونيا رمجرم دستوريا ومجرم قانونيا ولكن واقعيا واقعيا الناس كتديروا والناس كتديروا أكتر من اللي يكون عنده تأثير فعلي بمعنى شحال من مرة كان القومتنا لأن شي قضية من القضايا نعطيكي واحد الميطال بسيط جدا بسيط جدا مؤخرا المحكامة دي الفاس أدانت واحد واحد جوجي على واحد وتذكرت وتذكرت على أنه في 2003 كل 2004 إذا كنت تفكره مزيان كان واحد الميلف نفضر بدا اسمته عبدات الشيطان كان واحد مجموعة الموسيقيين اللي كانوا يديروا ذلك الهيفي ميتال وكانوا درس ميتو وحكمات عليهم أحكام بناء على الوتائق وكذلك مباشرة بدأت واحد لحملة إعلامية وهذه الحملة إعلامية أدت لأن الأحكم تغيرت فلسطينة وانها تخفت فلسطينة إذا هذه المسألة ماشي جديدة هذه المسألة الأقديمة وطبعا ماشي هدو الميلفة الوحيدة يكونوا ميلفات كثيرة هذا وشكة تظن أستاذ أن الضغط الإعلامي هو اللي غير ما غانقولش الضغط الإعلامي لا ما غانقولش الضغط الإعلامي بالضبط ولكن منين كنحولوا من اللي كنقدرون نحولوا واحد القضية القضية ترعيان كيكون واحد تعامل آخر إلى ما كانش تعامل في الجوهر على الأقل كيكون تعامل في المسترات بمعنى الناس يقول لك يقول لي وحرصوه على أنه يخص المسترات دوز مقدة على أن الجلسة يكونوا مقدين على أنه دوز واحد المجموعة دي الأمور فرهت هذا الجانب هذا مؤثر في الاختيارات ديال الناس بمعنى أنه مثلا واحد الموكيل غد يجي عنده واحد المحامي غد يقول لي عندي واحد القضية غد يقول لي واخذ بعين الاعتبار على أنه إذا جاب الله خرجنا الرأي العام غير يقدر يكون واحد تأثير إيجابي هذا مشكل طبعا كين مشاكل خلع عنده مرتبة تحتب السلوك المعنى ديال المحاميين وتشيرها ماشي خاص بمضرية فأواخر تسعينات واحد المجموعة ديال المحاميين في فرنسا داروا برامج تليفزيونية داروا برامج تليفزيونية برامج تليفزيوني الواقعي كنقشو فيها قضايا وكذا وتارت واحد الدجرة أخلاقية قصة المحاميين في فرنسا ودرت فيها دوريات ودخلت فيها مقتضيات في النظام الداخلي طبعا ندي نسألة دا باحاليا أصبح تجاوز تم تجاوزها دا باحاليا ولو محاميين ديال الكفازة ولو كي قدموا برامج ولو كي دخلوا وكي دخلوا بزراجة احنا كان نضروع على واحد النظام قانوني قريب لنا ملوياك المتحدة المحاميين تاجير رأى كيدير تجارة بياني ما عندش كان نضروع على واحد النظام قانوني قريب لنا ببعناء أن فرنسا التهي درجة أنه دا باحاليا ولو قاك يسمحوا فرنسا تقريبا دي وحد أربعة سنة وتخون سنة ودخلت على القانون دي روح التعديد كي سمح بالإشهار ديال المحامي المحامي ديال الإشهار ونجي ونقول لكم أنا رأى نبتل من الفلانين وكان نبع لفلان وكان نبع لشركة الفلانية وإلى آخير طبعا هذا التحول هذا أنا غنقول ما غنكونوش غريبين عليه ما غنكونوش غريبين عليه كي يبقى فقط كيفاش من الممكن نحافظه على الهيبة ديال المؤسسة الهيبة ديال المؤسسة ما شي هي أنها كتخلها لا وإنما عندها واحد الدور كتمتلوس لمجتمع كتمتلوس لمجتمع بمعنى أنه في الخارج كتمتلوس ونطلق القانون كتمتل النفاذ ديال القانون كيفاش من الممكن نحافظه على هاد الهيبة دي واعتقد أنها تجاوب على هاد السؤال هي واحدة مسألة مركبة جدا الهيئة ديال المحامين فعلا خلال مرحلة من برحيل اعتبرت على أن هاد الخارجات هي واحدة خارجات موسيئة المهنة خصوصا بطريقة بشكتم طريقة بشكتم واحد والسمير ولكن أنا غدي نقول لك واحدة مسألة مشي هنا في واحد الزمن اللي كان فيه المسؤول مسؤول سواء السياسي أو القضاء أو لكذا من اللي كي يجي مثلا يدير شي حوار أو لكذا كيشتارت أنه يكون قدامه وغي واحد الصحافيين من طابق معين ديب إحنا ولينا ديب كنشوفهم مسؤولين سياسيين أو القضاء أو لكذا معمرين قدامهم بالميكروات ولكن باللي أطلعها باللي كيين بمعنى أن هذه المسألة هذي ما وقعش فقط على مستوى القضاء وإنما وقعها على مستويات عدة بأشكل مركب سمحني أستاذ أغنجري باش نقول لك المسألة ديال من يخويل حيث مثلا في الثمانينات وفي التسعينات أنا مثلا كنت تشتغل في واحد الجاريدي هذا الجاري دا رأى كان واحد ثلاثة ديال الصحفيين مكونين في القانون الناس اللي كانت عندهم دكستاع إجازات كانوا يمشي وما كانوا يمشي وما كانوا يستاع الكاميرات اللي تمشيوا المحكمة ويأخذوا ديالك شي وكيكون واحد ثلاثة قانوني المقال اليوم كالخارجات كنشوفوا فهالي لأسف من كيكون الصحفي ماشي كنت تخصصين في الرياضة لكي تكون تغطية مهنية وكي تكون تغطية مهنية وكي تكون تغطية مصداقية بالنسبة للقانون رأى الأمر الأخطر يعني إذا كان عندك واحد صحفي يعني ما عارفش أبا جديد فرأى ربما اللي ستطلع واليوم إحنا أمام متقاضين كي يعيطوا الإعدام يعني بوحد أفشي ديال أنهم يرويجوا يعني إذا كانوا يعود ويعود لبغا إحنا ركالوا عندنا نكنا كان يروف الميكروترات ويمكن الفارق يقل نهيو كانوا عندنا واحد لديك لاسوا ما تنزوهم لأن تبالك الشخص الذي يتحدث لك الشي اللي سيقول ما يمكن شي يكون ماشي مسألك بل كذب في كذب هنا في نتكلمتل هذه مسألة بسينا حرية التعبير ولا حرية الإعلام هذه كينا حاجة أخرى سمحي لي أغير على هذه القضية أنا كنقول لك أحد حاجة ما تدريش قيود مسبقة وإنما حلقتي السوق هو كيفرد القيود هو كيفرد القيود باش ندير واحد القادية مشي أن الناس ما مكونينش في القانون مشي الناس ما مكونينش في القانون الزملاء اللي كيتتعاملوا مع هاد المنابل الإعلامية زملاء تبارك الله محترمين وعندهم جريبة وعندهم كذا وإلى آخره ولكن كي خصك تشوفي كذلك قد نقول لك ما يطلبه المستمعون ما يطلبه الجمهور تفهمنا كواسيلة إعلامية أنا غادي نجي دابا غا ندير واحد من دوا مقدام صيبة قانونية كذا إلى آخره فيكون عندي واحد مئة مئتين تلتمية أربعمائة مشاهدة خمس مئة مشاهدة ولكن من اللي غا ندير واحد الباز ندير ذاتك سميته أتبارك الله ركا تكون بالعشرات ديل آلاف إذن بالنسبة لجمهور بالنسبة لجمهور والذي يعتبر في العادية أتبارك الجمهور يطلبه هذا الشيء لماذا لا هذا لا يمنع لن يسأل أن أشجعها لن يسأل أن أشجعها لن يسأل أن أشجعها لأكس أنا ضدها ولكن أنا ضدها بقواعد موضوعية أما لن أديروا قواعد أشكلية لا لا يتضع إلا إذا كان عندك كذا وكذا القواعد أشكلية ما ستنفعنا وستعادة ربنا هذا القضية ديال المهنيين هذا القضية ديال المهنيين نحن تفاجأنا هذه تقريبا واحد شعرين أنه واحد المنبر إعلامي كبير بالزعف صدره واحد البلاغ تضمن أخطاء قانونية تضمن إشارة المساطير غير موجودة تضمن إلى إمكانيات منه متحش في القانون المغربي مع الحيث لأنه منع منبر إعلامي كبير كيدوز من بين البرامج اللي تستعدنا مثلا فرواتان تزو واحد من جمعات البرامج اللي نشتها مؤسسات إعلامية واللي تناولت في واحد الجانب قضايا قانونية مرتبطة بالعدالة وكنت فيها أخطاء أمور ما كتدسش بديك الطريقة ماشي ككتن في إعلام أما منحكى ما أولا كذا بمعنى أن إلا كنا الناس اللي قادرين فعلا أنه يكون عندهم مستشارين قانونيين أو لا يكون عندهم ومع ذلك ما كيقدرواش يدلوا هات الشيبات شكلك فواحد المؤسسة إعلامية بين القوسين يعني اللي عندها تلاتة الناس والأربعة الناس بالنسبة لك تقلب على بلاستة في السوق وصفيفا في الأخر أنا كنقول أن هذه القضية يعني كتنظم مع الوقت وما نحتاجرش لشي لشيخصون طوي لأنها تنظم كي نهيئات مثلا عندنا نحن في الصحفة كنظر المجلس الوطني هذه من الإشكاليات اللي كيحاول يعانجها اليوم وكي نغادي يكون واحد للإطار فيها نقاش خلينينا نقطة نظام الثانية مرحبا سي محامي والعمل ديك في المحاكم واليوم كي نقاش حول مدونة الأسرة منظرك كممارس شنو ما نظرك على حساب تجربة السابقة طبعا وتجربة الحالية شنو منظرك شنو غاي خرجنا من هذا العجب أنا أنا كنقوله الله أعلمه لأنه هي ماشي مسألة محامي هي مسألة أي واحد احنا كلنا مواطنين احنا كلنا خضعي للقانون التقييم ديال أي قانون ما كيتمش بالإرادة الفردية ما كيتمش بالداتية وإنما كي يخصيتم بناءا على معايير موضوعية بمعنى ده حاليا من 1958 1958 1957 1957 اللي قدرت فيه مدونات لأحوال الشخصية ثم من بعد التعديل للأف وتسعمية وثلاثة وتسعين ثم من بعد مدونات الأسرة لدخلات حيث تنفيذ في فبراير الفين وربعة كي يخص يكون عندنا مهاية الدراسات الاجتماعية لقدرة أنها تعطينا تقييم موضوعي موضوعي بين قوسين يعني في الحدود ما تتيحه موضوعية العلوم الاجتماعية العلوم الاجتماعية وليس موضوعية ولكن في حدود ما يمكن وتعطينا تقييم فعلا من التطبيق باش ما نبقاش نقولو واحد الظواهر الاجتماعية نحطيوها أهمية ونهملو الواقع الحقيقي لناتج مثلا على تطبيق دينات القوانات تطبيق يعني التوجوهات القضائية وللأحكام اللي كاينة وللحالات لا في النص القانوني ولا في تطبيق القضائي ولكن ما قلتي في حالات الاجتماعية لين غادي نبشي ومتلا نبغي ودبا نغير الموضوعات الأسرة ونغي نبدأ معك من واحد الفكرة أنا لا أعتبر الموضوعات الأسرة مقدسة نهائيا وحتى هذه القضية ديال أننا نحاول ديما نبشوف الفقر الإسلامي وكذا كذا ولا آخرين أنا أعتبر على أننا مسألة بحالة قلتي غير مبرير لأننا نحن على مستوى تشريع على مستوى تشريع ككل معمرنا حسمنا المرجعية ديال الفقر الإسلامي أو ديال الشرع الإسلامي فبتالي بلاش غادي نجيو بالضبط الموضوعات الأسرة وانطحوا في هذه النقطة وانطحوا في هذه النقطة وانطحوا فيها بغض النظر على الموقف ولكن موضوعيا علش بالضبط في هذه النقطة ثم علش قانون عادي منصوص عليه في الدستور على أنه من خلصة البرلابان علش ضروري دائما هذا القانون ياخذ واحد المصار ستتناعي علش مخداتوش مثلا قوانين اللي عندها أهمية كبيرة قانون جيو قانون جيو احنا أحاول على وطني ومريش يذكر أي مهمة تجاري كانوا اغلب اعرف الي أني قبل تخصر معط Sinn اعراض وبذلك هذا القانون تجاري للتصعد التقي خيارات وتوجهها ولجان فيها حضور نقول للمجتمع بشكل من الأشكال ولكن اللجنة الحالية التعطات لوزارة الحدل ورئاسة النيابة العامة ولمجلس على السلطة القضائية معلومة لأنها تلاتة كلهم في القوانين ديرهم الأساسية ما شيء من الاختصاص ديرهم ودونة الأسرة إذن أشنا هي الفلسفة اللي بغا بها المشرع يحط هدي الشريع هذا أشنا هو الدور دي الوزارة الحدل في الموضوع؟ ربما حيث وزارة العلم تمتلك الإحصائيات ربما ولكن من بعد تبين بأنه رهت تهيئ عند الإحصائيات ماشي ماشي دقيقة ماشي وعلى الأقل ماشي علانية ما متحاش للجمهور ثم أشنا هو الدور دي السلطة القضائية بغيتني فهم كيف يمكن للقاضي أن يدعى القانون الذي يطبقه تفهمنا؟ إلى أنا مثل المهمتي هو أنا المشرع ودع النص وأنا كنطبقه ولكنهما كانت لجنة سيشارية لا ولكن هي اللي غادي توضع الأرض هي اللي على أساسها غايت تأسس المشرون لابا أنا غيك نقول لك بمعنى حنا في اللول حلا نطلقناها وجه النقاش اللي ضارف وسط المجتمع نقوله منحرف تماماً قاع على هذا المصر هذا بحيث أنه إحنا خدمنا في هذا النقاش هذا بديزف في أنونس بيعني أننا كنجي وكننعلنوا شي حاجة وكنشوفوا رد فعل دي المجتمع ونعطيك واحد المثال سهل بسيط في المدونة دي الألفين وربعة مدونة الأسرة دي الألفين وربعة النس كلهم اخذوا فكرة ديال أنه عند انفصال زوجية زوجين راح الزوجة راح تأخذ واحد النصيب من الأموال دي للزوج لا راح عندها الحق أنها تقتسم معه طروات وتتروجات وكذا والحال أنها ما كناش رقا ولا زال الناس يؤمنون بها لماذا؟ لأنها تعلنات خلال النقاش وتنقشات خلال النقاش وكل نص لا يتيحوها المادة صعدة ربين لا تتيحوها لا تتيحوها هذه الإمكانية هذه ديالفعلاً اقتزام الأموال وكذا المدونة دي ألفين وربعة فبالتالي هذه القضايا ده بحاليا نسخدوا المذكرة اللي علنها المجلس الوطني حق الإنسان اخدوا بعض المذكرة تغل بعض الأراء كذا اللي غادي تخرج مشروعي ما زال ما كناش معناش أشنه الخلاصات التي خلاصت بها لجنة والتي سلمتها إلى الديوان الملكي معناش طبعا أشنه هو النص اللي غايد دار أكيد لأنه خيكون نص جاعد دار في الديوان الملكي غايدوز في المصاري للتشريعي يعني غادي يجيبوا رئيس الحكومة غادي يطرحوا في المجلس الحكومي ومن بعد عود تاني غادي يدوز لأمان العام للحكومات ومن بعد غايدوز عود تاني للبرلمان وغيروز في البرنامج غرفة الأولى ثم الغرفة الثانية يعني غيروز في المسارة الشريعي وذيك ساعة قد ينشوفو النص بالتفاصيل ديالو ولكن اللي كيوقع في الفيانونس هو أن الناس كيبقاوا عقلين غير لديك شي اللي كانت تعلن عليه ما كيشوفوش من بعض المسارة ونا عطيت واحد الأمثلة مثلا كين واحد الحكم صدر على المحكمة ديال المحكمة ديال تنجا اللي قال بأنه استعمال الخبرة الجينية في تحديد النساء والناس كلهم خدوه وبقي لحد الأمكي تنشر لحد الأمكي تنشر والحال أن هذا الحكم راتلغها في الاستيناف وره المحكمة ديال النقد إيدات الحكم اللي لغاه بمعنى أن الناس ما ما تبعوش للمسار ما عرفوه بقي لحد الأمكي يعتقدون على أن الله للقضاء ركي قبل لدئن وهي في الحقيقة هذا المثال هذي مش يصحيحها مياف نعطيك واحد الجانب أخر ديما في التطبيق القضائي الناس ما كيتبعوش على أن بعض المرات التطبيق المحافظ ومليك نقول المحافظ ليس المحافظ الديني وإن المحافظ بالمعنى الاجتماعي المحافظ بمعنى الإنسان اللي عنده واحد السلوكيات ويبغي يبقى التطبيق المحافظ الذي يمارسه القضاء لمدوانة الأسرة سهامة في عرقة التي تطورها سهامة في عرقة التطور ديالها لديك واحد المثال وسط الحضانة الحضانة إحنا لديها فكرة واضحة تزوج المرأة تسقط الحضانة ديالها وتعطى الرجل هذا ما موصول شيء في القانون المرأة في القانون تفقيد الأولوية ترتيب ديال الحضانة الزوجة هي اللولة أو الأم ثم من بعد ترتيب ديال باقي الحضانة من اللي كي يحصل انفصال ديال العلاقة الزوجية الأم هي اللي كتستحق الحضانة بالأحاقية باللون ما نعلم من أنها ماشي أوتوماتيكية تهياء ماشي أوتوماتيكية ثم من بعد إلى الأم تزوجات كتفقد هديك الأولوية لماذا؟ لأنك نرجع للنص الأصل مصل الأصل هو القانون تيقول لك الحضانة هي حق قل للمحضون ما شيل الان ما شيلو مصلح الفضل للطفل مصلح الفضل للطفل اعطيني شي محكمة اللي احتطت واحد القراءة لهذا النص هذا واعتبرت فعلاً مصلحة الفضل للطفل للمحضون نعم نعم ثلاثة اسقاط الحضانة في واحد� الملف كان طارد كثير من الجدل هدي ماشي بزاف واحد الشهرين لماذا اليوم القضاء؟ لماذا اليوم السيد القاضي لا يستعمل البعد الاجتماعي والبعد الإنساني؟ هذه أمور واضحة نظن الطفل في مرحلة ربائنا المصلحة لهم يكونوا ربما تحقيقات اجتماعية خاصة بمحكمة لهم لماذا القاضي اليوم؟ لماذا المؤسسة القضائية مخرجتش من هاد التنفيذ ولا هاد التطبيق المحافظ؟ أنا قدي نقول لك واحدة مسألة هذه بغض النظر على المناقشة أصلاً الوضع ديال السلطة القضائية حالياً في العلاقة دياله بالمجتمع وكذا ولأخير بغض النظر على هاد النقاش هذا ولكن راه السيرورة ديال العمل القضائي بحالة قلتي متدخلة فيها بزاف ديال العوامير ملك الدخل للمحكمة ديال الأسرة في أي محكمة في أي محكمة وكتلقى واحد العدد ديال القضاة مع واحد عدد ديال القضايا بمعنى الإمكانية ديال أن كل قضي يكون مثلاً رأي دياله شخصي في قضية من القضايا غير متاحة غير متاحة بالنحية الزمان غير متاحة بالظروف ديال العمال غير متاحة حتى بالطبيعة الأشخاص حتى بالطبيعة ديال الناس اللي كي يجيو كمتقاضين فبتلي واحد المنظومة كاملة ما كتسمحش بالنجاح دياله ديال المرحلة ديال المصالحة وديال ديال ديال الوساطة قبل قامت دار في القانون فرضت هي تجربة منها واحدة سيدة قضية فاضلة كانت رأيسة ديال القضايا وفرضت هذه القضية ديال الوساطة الأسرية وفرضت الوساطة الأسرية في غياب أي تأثير يعني غير ما بين الزوج والزوجة وش أدت نتيجة دياله وش مدتش نتيجة ديالها كما كان هذا موضوع أخر أكبر ولكن المهم يعجب الشخص Da Blfer سوف نقول ذالك الملفات الملحد اللي قدامك عителей نحضب واحد و واحد يصبح ساعد ومعني أسحن به hinحدهم الت MUSIC there's no exception تمنجيث المتقاضي فبالتالي ما غنحمل شهنة المسؤولية بواحد شكل كبير من القوضات كين واحد له سيستم طبعا حتى تكوين ديال القوضات كي يسهم لأنه تكوين ديال القضاء عموما في العالم الشيء في المغرب هو القضاء محافظ يعني تقريبا كي يقرب من المؤسسة العسكرية في هذه الخاصية في العالم يقرب من الأمم الأساسة بمعنى في تكوين ديال اسميته ديال القاضي وكذا كذا كان حاوله ما أمكان نقول له وشدلالين مع الناس اللي سابقين شدلالين مثلا مع القرار دير محكمة النقد شدلالين مع التفسيرات اللي كتديرها مثلا السلطات الرسمية سواء وزارات العدلة كتدير أو سواء وزارات العدلة ديره وأشياء حاجة سمية الدليل العمالي المسطرة لقانون لمدوات الأسرة السلطرة القضائية عموما عندها واحدة المجموعات يعني كان التزام بتوجهات كبيرة ما غنقولش كان التزام لأن هذا الشيء حالة أقول ولكن كان واحد المنطق في داخل المنظومة لكي يجعل أن الإنسان يفضل له الأسلام ويفضل له الأسهل هذا هو المنطق سنمر إلى نقطة نظام ثالثة الجريمة الإلكترونية حيث شي دي الغيزو السوسيو والدولينة واحد للعدد الكبير دي الممارسات طبعا حرية التعبير وتوجه نغري بختار أنه عدل له ما هو الخط الفاصل بين هذا الحرية دي التعبير والأمن الاجتماعي أو السلم الاجتماعي في البداية الآن ما غير باش ندققوا واحد المسترحة الجريمة الإلكترونية ما متربطش بالنشر الجريمة الإلكترونية هي الجرائم التي ترتكب بوسائل الإلكترونية أو ترتكب على أنظمة إلكترونية بمعنى مثلا الولوج لغير مرخص للمنظومة المعلوماتية وتغيير البيانات ديالها أو لا سرقة البيانات ديالها أو لا كده رجريمة إلكترونية كنت تقول حيات الخاصة أظن مش بالضرورة حيات الخاصة لا مش بالضرورة حيات الخاصة كن واحد المجموعة دي الأنظمة هي الشبكات الإلكترونية اللي محميها لكن أعتقد على أنكم تمانيت فهد المؤسسات كنتكم واحد ريزو أنترن بمعنى إذا جابنا مثلا نجيت ودخلت كده على اخر يعتبر جريمة إلكترونية يعتبر جريمة إلكترونية ثم الجريمة المرتكة بوسائل إلكترونية التي هي بوعدها والوسايل الإلكترونية راها متعددة جدا راها من جريمة ديال النشر راها ي ожидad وأنه يزور وانه مثلا يدير خيانة الامانة او يدير استيلاء على شي حاجة او مثلا يحول مثلا يدير تحويلات فنكية المجال يكثرون معقدة كثير من شي نبقى في المجال ديال السؤال اللي قلتين اللي هو العلاقة دياله ابن نشر طبعا هما بحالة قلتين خطان متوازيا الخط ديال الحرية والخط ديال النظام العام او اللي ديال تطبيق القانون هما خطان وحد الخطوط متوازية وبينتهم كانوا واحد لازون جغيز كانوا واحد المنطقة رمادية كانوا واحد الخيط دقيق جدا فيما بينها الاستعمال ديال الوسائل الاخترونية ما هو الا ترجمة اني ما كان يستعمل اصلا في نشر اشاعات او لفل دكش اللي كان قبل احنا حولنا ده بقى لمستوى ديال وسائل ديال التواصل والوسائل ديال التواصل اعطات للناس العكس واحد المجال اكبر للانتشار واحد المجال اكبر لانه تكون عندهم الجمهور اللي يقدر يسمع لهم باش نقدروا نراقبوا جميع ما ينشر وانقدروا خصوصا واننا نحن نضروع لواحد وسائل ديال النشر اللي احنا ما كنت تحكموش فيها يعني واحد المدة كانت مثلا كنت نشر في جريدة كتبع في المغريب كتبع في المطبعة وكتعرف فين كتوزع كتعرف كل شيء ولكن دبع اني كتجي مثلا لواحد الوسيلة تجي مثلا لنا وسيلة ديال التواصل الاجتماعي هي في العالم اليستقباؤ ديالها في العالم الطريقة كتو تعمل في العالم تعيه ما تحبس فيها عندها وحد طريقة بتجي مثلا دولة كتؤل يعني نحبس واحد واحد تتواصل على نتعاضي ومع ذلك الطريقة باش كيتتعمله يénd셔�ون أنهم مع ذلك فبالتالي وحدة الوسيلة لما كنتتتحكمش فيها وسيلة للي انت ما كتتحكمش فيها تم تانين حتى الاستعمال ديلها ما كتتحكمش فيها كي يجي مثلا إنسان كعان حسنية كينشر مثلا واحد الشيحة جواله على الخبر من بعد ذلك خبر كيدير إنبول دوناج شوية شوية كيوصل واحد نتيجة واحد الواحد الواحد اللي مكانتش متوقعة حتى من هاداك كي يقول يخصوا هاداك اللولي بدي يبرر علاش وكيفة شو كدا فدك شي واحد السلسلة مترابطة هذا ما كيمنوعش تبعنا على أنه القانون كي يأخذ أنا أقول لك أن التعديلات التي أدخلت على القانون المغربي سواء في قانون الصحافة أو في القانون الجنائي على ما زال قاصرة شجوية على استيعاب التطور للتكنولوجي التي تشمل الجريمة الإلكترونية أنه في أغلب الأحيان نلجأ إلى القانون الجنائي العاصل لا نقوم بالمقتضيات الإلكترونية لأنك نلقوها على أنها قاصرة على تكريه واحد المثال القضية مثلا تشويه تشويه مثلا تشويه إلى الشخص لا يستعمل صورة لك لكي يطح في هذا الفصل كانت تقضى عمية وصورة ورعين وعمية وصورة ورعين بالتعديلاته إلى ما غيرش شي حاجة أو حرف شي حاجة ما غيرش يطح في ذيك الفصل فبالتالي خصك تمشي القدف لا خصك تمشي القدف ومن اللي خصك تمشي القدف خصك تميز على الثاني ما بين السب والشطم وما بين القدف لأنك تمشي على الثاني المستواه الداخل لازلت المنظمة القانونية ما زال ما قدرش أنها تستعم التطور ديال هاد الواسعي التكنولوجيا وما تتيحه من إمكانيات وكذلك التطور هذا الجانب لكن هذا الجانب من الجانب الإلكترونية وكذلك السعادة الانتشار ديالها أنا أعطيك غير نقول واحد لمثال بسيط القانون ديال قانون الصحافة والنشر اللي كيهضر مثلا على المنابر الإلكترونية وعلى ضرورة أنها يكون عندها الاعتماد وكذا كذا وإلى آخره ولكن إلا شنقاع ما ينشط سواء كان مصرحا به كقاناة إلكترونية أو لكون مصرح به سواء كان تلفزة إلكترونية مثلا أو لا لا رهي السحي أنا كنقول يصعب وغي يحصروها عاد أننا نشوفوا وشكولها مصرحة وشكولها مثلا كعارفين مثلا مسؤولين ديال القانونيين في حالة لجب الله وقع شي مشكل باش نقدروا مثلا مارسوا نصر القانونية لا 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 اسمح لي أستاذ نسبة الصحافة كانوا ناس كي يمارسوا طريقة عشوائية ولكن مع التصريح ديال نياب العامة ولكنترول ديال المجلس الوطني كان نضم بأنه كانت واحد كانت واحد للقفزة ولكن باقي باقي الآن أيضا باقي في القانون أنا على هذه ديال الجانيمة الإلكترونية بريت نرجع معك لهذا غير كميتان هذك الشباب اللي كانت في ذاك البرنامج اللي داروه ديال البنت اللي كانت كانت تختار شاريك الحياة أو البويفرند كانوا دعزوا في المحكامة وكنضم بأن المحكامة سمعت لي هوم شاوجا ولانا كانت تنظم أن المحكامة كانت بغية بلوس تلعبوا حد دور تحسيسي لأن دوك الوليدات غاليب وكبير فيهم عندو 22 و23 عام وخرجوا كانت أعتوهم غرامات نعم إحنا دباً من كانت تجي كإعلام أو كمغريبي كانت عرفوه وتحنا مع ولداتنا هذي أخطاء يقدرون فعلي أن الوقت فعلاً تغيرت ولكن ما يمكنش كيف ما قلنا أننا نخليه وهذا اللي جاي اللي يمشي من ساحب وراء ثقافات ربما من 10-20 عام ما قد تخليه شي يكون رسوا داباً هنا في أنت نقول لك بأنك المشكلة الأمن أو السلم الشيماعي أنا غنقول لك واحد المسألة هذي أنا مثلاً واحد الإنسان عنده واحد صفحة في الفيسبوك صفحة في الفيسبوك ما ما جهاز إعلامي ولو ولكن يحتري في ما يسمى لي برانك بمعنى أنني مثلاً أنا كنت جايك ندير مقالب للناس في الشريع أنتم غادي جاي دباً مع الشريع عندكم هندوز على هذا القهوة هذي غادي ندفق لشي واحد القهوة غادي ندفق لشي واحد جريدة غادي ندير كذا كذا وأنا كنصور وأنا كننشر وأنا كننشر هذي شي أقول لك مثلاً اللي كتخرج مثلاً شي شي موضة جديدة مثلاً أصل ديال كلج أسميته شي حاجة بحال كم اللي كتخرج موضة جديدة في العالم وكنجيب مثلاً الشباب كيخصوم الشباب المغربي كيخصوم أنهم يتوما وينخارطو فيها وكذا كذا بعد المراز كتلقاه رازكرة كتفخول للواء يعني كتقيس القانون بوحد بوحد شكل من الأشكال الشكل اللي يخدو مثلاً هذي الناس ديال أنه يلزون خو بيه واحد البرنامج ودارو في الماري ودارو في الماري إعلائينا جريمة ممكن نظرو أولاً بعداً عادةً عادةً لا عادةً بحال هذي البرامج كيكونوا عندهم حماية ديال الملكة الفكرية طبعاً ببعنا متأين لجي تانا ذهابا بغيت متى ندير واحد البلاتو وندير من يربح المليون لا بغي ندير كذا لا رأخصين نرجع للناس اللي عندهم هذا كسمته طب شاف رأخصين نرجع للناس اللي عندهم تها دكرة من اللي كيجي ويحطوا مطن واحد الكنسيبت زي واحد البرامج كيحطوا إذا نرى ولينا في واحد الجريمة بشكل بوحده ثم شكل باش كيتم معه الثاني البرنامج مثلاً كيما قلت انتي يخداش الحياة مثلاً أو لا كيمس بالأخلاق العامة أو لا كذا كتقلبي على أشنا هي العناصر ولكن ولكن واحد المدة عشنا واحد ظاهرة ديال ديال النشر بطريقة ديال روطيني اليومي عشناها بواحد ظاهرة كبيرة تعامل ديال نقوله السلطات القضائية مع هاد الملف كان تعامل حدير بيعنا أنهم خدوا واحد الحالات اللي فعلاً دارت الدرشة والحاكين نقوله ذاك الحاجز الأخلاقي اللي تم الخرق دياله من خلال هاد المنشر ولا كده ولا كده ما هذا اللي كلم يسترحي نقوله المتابعة أو الانتباع ديال هاد سلطة القانوية أنا كنخاف من القانون الجنائي أنا كنخاف من القانون الجنائي كنخاف من إساءة استعمال القانون الجنائي كنخاف من إساءة استعمال القانون الجنائي كنقول بأن الضواهر الاجتماعية كيخستتها الاجتماعيا الضواهر الاجتماعي كيخستتها الاجتماعيا وخصوصا من اللي كان خلق فقاش كتكون الجريمة جريمة الجريمة بالنسبة لي تصبح جريمة حينما تكون استثناء نفهم؟ أنا غنقول لك واحد المثال بسيد أنه واحد القانون مصدر في 1993 كي يجرم التدخين في الأماكن الهامة كي يجرم التدخين في الأماكن الهامة وتقريبا لنا نقول لك فبالتالي هذه الجريمة هذه قصنا نلقى لها شكل اجتماعي كان جرائم كثيرة فالاستعمال القانون الجنائي يجيك مرحلة رادعة من اللي إنسان يخرج على الإجماع العام أو القيام العامة هنا هذه غير ملاحظة بسيطة جدا من خلال الممارسة نحن بدينا كنفقد هذه القيام العامة في المجتمع ربما لنا مجتمعات ولا كل مجتمع عنده القيام دياله عنده نقوله الأشكال المتعارفة يعني كينجيل جديد عنده كينجيل جديد عنده كما قلت كينجيل جديد عنده فبالتالي التدخل ديال القانون الجنائي كي خصي سبقه واحد معالجة اجتماعية لمحال هذا التواهد وإلا راه إطلاق العينان لا استعمالي القانون الجنائي كوشي غير دخل الحبس ماشي كوشي غير دخل الحبس لا أبدا لا غنتقيش كوني غير دخل الحبس سننتقيش كوني غير دخل الحبس طبعا ما هم قلتش ندخل وغير دخل الحبس ولكن غنتقيش كوني غير دخل الحبس ربما خصت حسيس ربما خصت حسيس باش على الأقل هات الشباب اليوم لي للأسف راه ما عارفيش راه مني كانت تنقش مع الشباب وهذا كان مزاف ديالأمور ومزيفة موهاش نعم لأن عندهم ولدات اللي تزادوا التليفون في الدنيا أنا أنا غدي نقول لك أستاذا وسمحي لي يا غي واحد الواقعة وقعد واحد الواقعة وقعد عندنا واحد البنية وأتي الميدة جاءت لمندرسة ديالها بواحد لباس قصير جاءت لإدارة ديالمندرسة دياللي مودتي لا لتزموا بواحد لباس متنا كده وجاءوا لعائلة ديالبنية وجاءوا ناس مساندين يقولوا لله ما خلش المدرسة تدخل في اللباس إذا لدينا مجتمعات لدينا قيام لدينا مجتمع واحد لدينا مجتمعات وقيم فبالتالي حاجة اللي ممكن متلا تكون مقبولة في واحد لو أسات اجتماعية ما كنش في واحد لو أسات اجتماعية هاد الشي كيتطرطبنك على أنه رخص مجا باشي الناس ما فاهمينش وما عارفينش عاش الناس ده با متلا أنا نقول لك واتلا عارف شكون هادا اللي أب قول لأ أم بواحد ميسبة كبيرة ما كيعرفش أشنو متلا كيدروا أولادو في تيكتوك أو لاش كيدروا أولادو في انستاكرا إلا كان ما كيعرفش مشي قدمس أولي الأباوية مشي قدمس أولي الأباوية ولا إلا كان كيعرف وحتى سألة مؤقتة أنا غير كنقولك زمان أنا هادي وجهات النظر ديالي كواحد الإنسان كيعايش هاد القضايا هادي على مستوى القانون على مستوى المحاكيم صعيباش أنا كنقول المعالجة الجنائية مش القانونية لا الجنائية جنائية لهذا الأفعال هادي عندي عليها وطحفو أتفق أتفق معك أستاذ أنش غد اندوزوا ل فقرة نويتات الطيف طبعاً هم تلبوا الكلمة ديالك كلمة في حق الحقوقي وزميلك الراحل سياب العزيز بن ويبي رحمه الله رحمه الله يعني صراحة تأثرنا كثيراً الخبر ديالي وفاة دياله خصاً أنني شخصياً كنت من أوائل من تلقوه الصديق عبد العزيز بن ويدي كان صديقاً كان أخاً وسبق لي أنت عملت معه عدة مرات وعرفته عن قرب وكما قال وحد السيد عرفته أنه واحد إنسان مخلص وطني طبعاً الاختلاف معه العكس الاختلاف معه شرف المناقشة معه شرف والعمل معه شرف طبعاً عملته معه وخصوصاً فوح بلف اللي كان رجعنا أمام محاكمة الاستناف ديالطر البضاء وعرفت نقوله المستوى دياله لا الأخلاقي ولا القانوني وعرفت كذلك المساهمة دياله في التقدم ديال البلاد يعني كان وراءه وضعوا هات المجموعة من نصف القانونية فاش كان خدام معه الوزير الأول أنا داك عضو رحمل يوسي وعرفت على أنه ساهم بشكل من الأشكال فهات المجموعة من القضايا حقوقية وكذا وفقدانه خسر كبيرا خسر كبير الحركة الحقوقية خسر كبيرا المهنة المحامات وخسر كبيرا المغربة الوطنية المغربية وأكيد أنه خسر كذلك الواحد المجموعة من المؤسسات الدولية اللي تعملت معها الله يرحمه الله يرحمه وسهل تعالى ونتقدمه بالعزاء الخاليس لجميع الأسرة دياله لمعارف دياله لتاهم كان عرف الأبناء دياله كان عرف المعارف دياله نرحمه نواته الثانية كان في سياق هاتش دياله الهجومات الإلكترونية وفي سياق حتى السؤال أو نقطة ندم الأولى اللي تكلمنا عنها دياله تدخل الإعلام في الفات القضائية كان لاحظوا بأن كان الوطيرة ديالهجومات ضد المغرب كذولا نقدرش نكره كان واحد السرعة في الخطاب المعادي المملكة والرموز ديالها وشنوه في نظات اليوم التدبير القانوني اللي خصي يكون لهذه المسألة لا بنسبة لأشخاص اللي في الداخل ولا بنسبة لأشخاص اللي في الخارج بالنسبة لتدبير القانوني أنا أعتقد على أن أنا ما غم قدمش نصائح للجهات اللي كانت تكلف بهذا الشيء هذا اللي هي عارفة شنوه نحن المتابعين مش النصائح نحن نحاولون نورو المتابعيا القضية ديال أن وجود هجمة خاصة مثلا على المغرب أنا كان أعتقد على أنها ننظر لها من منظار داتيتنا طبعا نحن كان مغارباء كيبن لنا ما يهمو المغرب جاء على أمور اللي كانت تنشر على المغرب كان نعرفوها ولكن نحن ما كان عرفوه مثلا أو لما كانت تابعوش أمور اللي كانت تنشر على السعودية أو لما كانت تنشر على روسيا أو الأمور اللي كانت تنشر على كوبا أو لا لأننا حالا قلت نحن خارج دائرة تتيمام ديالنا وكان أعتقد على أن لمشهد الدولي عموما لمشهد الدولي عموما توازنات اللي كيخلقها كييجعل على أن هاد نقولوا هاد الهجومات بهذا الشكل هذا هي جزء من الحرب العامة اللي كييراب عمرها هي حربicated كله ضد الكل وهو شكل غريبا جداً وهو شكل زيما هذا ترتيبا وهو شخص مجموعة من الأوراق إننابقاؤه غير فقط فيمثل إلى ما يهموا المغرب أنا أنا أعتقد على أن الجواب الأساسي اللي ممكن المغرب يقدموا على على أي هجومات توجهات الظهل هو الحقيقة هو الحقيقة بمعنى أنه تكون الهجمة مؤلمة هي إلى ما وجهناها بالحقيقة إلى وجهنات نحن بهجمة مضادة إلى وجهنات تبقى دايما وخصوصا في الأشكال التواصل وبعض المرات تبقى تروج تقول لي هي الحقيقة تقول لي هي الحقيقة فبالتالي الذي يمكن هو أنه والحقيقة مشي بالضرورة طابع مؤسسة رسمية مشي بالضرورة ولكن أنا أريد أن نقول مثلا في الإدارة ديال الدولة للمجموعة ديال القضايا لإشراك ديال المجتمع المدني مثلا واحدة المتاع المعروف وعام وكذا هي قضية ديال الصلاة بزاف الناس كيقولوا على أن استئطار الدولة بتتبير هذا الملف أساء التسويق قدير هذا الملف هذا مثلا لمستوى الدولي وهناك ملفات كثيرة لو أنه في علان تم إشراك مثلا نقول له القوى الوطنية ونكدر تدبير كيمكن أنها تشكل هي الجواب على أي تهجمة كتمس في حد ذاته ما يعدونا المسألة ديال أن الجبهة الداخلية ديال المواطنين وديال القيوحية هي مسألة اللي يجب المغرب يشتغل عليها ويزيد قويها ودك شعله خاص جامع كيفما كلها في المكتب خاص يكون خاص المغرب يسعوا الجميع وجميع التيارات وجميع التوجهات لأن في نهاية الوطن كي يجمع والسلامة دياله هي السلامة ديالنا كاملة من وضع الثالثة الشهادة السياسي والمحامي المصري إيمان نور بحكمي مغربي ضد الدولة المغربية أعطى الحق الواحد المواطنين اللي كانت ضحية ديال لقاح أستريزينيكا طبعا إيمان نور ما تنتكلموش على أي واحد ويحنا خصنا نتسنوزة ما مكيش مغرب الداخل اللي يشيدوا بعد شي ولاش إحنا ما كيرج ما كيروج أنا غادي نقول لك واحد المعلومة أول الذي تابع هذا الملف هو المكتب المرحوم عبدالعزيز نويدي هو الذي كان ينوب عن المدعية في هذا الملف المكتب المرحوم عبدالعزيز نويدي طبعا طبعا نطلعه على الحكم والتعليل السديل وفي هذا أعتبره حكم مقنعا صعيب أنك تقييم حكم تقول جيد أو لا غير شيء ولكنه حكم مقنع بمعنى حكم مبنيون على أسوسين وعلى أقل طبعا إحنا أمام القضاء نحترم وجهات جميع الأطراف بمعنى أنه حتى مثلا المدع عليه منحق أنه يدفع على وجهات النظر لأنه أمام القضاء نحترم وجهات جميع الأطراف لكن الذي يعجبك دائما في الحكم هو حينما يكون حكم مقنعا بمعنى أنه القاضي تبين وحد وجهات النظر ولكن أسس لها وفق تحليل قانونيجي بغض النظر على واش حكم الصالح أو الحكم ضد وأنا سأقول لك أنه لا يخص من هذا نقيد السلطة التقديرية مثلا المؤسسات القضائية التي تنظر هذا الحكم من بعد بقي حكم محكمة الاستلاف الإدارية وبقي حكم النقد ولكن أنا كان منتظر من هذه المؤسسات القضائية أن تعطينا حكما معللا تعليلا جيدا على ماتيلاتي أو ربما أفضل من الحكم اللي يدار في هذا الحكم ولا أتمنى أنه تحفو وأن هذا الحكم يدوز في الابتدائية وتلغى في الاستناف غير الكه وننسى أنه راكين بقي مراحل ديالت قادم الإشادة بالأحكام القضائية هي واحدة المسألة نسبيا هي واحدة المسألة نسبيا بمعنى أنا لا أعتقد على أن القضية يجب أن ينتظر الإشادة بأحكامه عندي واحد مشكل صغير في هذه النقطة هو نشر الأحكام الخضائية نشر الأحكام الخضائية في مشكل كبير لدينا الحكم غير في هذا الشر لدينا الحكم القضية دفاس كان مشهور لدينا الحكم ديال القضية الجنحية دزد في أقادير اللي كتم واحد سيد قضية قضية معروفة وكذا حتى هو تبارتاجة في الاسم عدنا الأحكام التي تستطر تبارتاجة بشكل غريب وبعض المرة تبارتاجة دون مراعاة المعايير مثلا من حيث لانونيما مثلا مراعاة إذا ستأخذ هذه الفكرة اللي كينص عليها القانون ديال حق المعلومة اللي هو النشر الاتباقي نشر لدينا المقرارات القضائية وأكيد أننا سنجد مقرارات من القضائية تستحق ما نقول إشادة كما كتف وإنما الإشادة بتحليل ديالها أو التماسك ديالها ومشي وحدا مشي جزي لصيد طبعا نحن بنسبلين لأن نعيش اليوم على وقع هذه الهجومات أو على وقع هذا واحد من مناخ مالسا واحد من مناخ نيغاتيف الإنسان يحتاج إلى الأمل بشي يحيش واشوش كي شي إنسان يقدر يعيش بلا آمل لش تنقول بني تيقوم بحال هاد الأمور أنا أنا شفت التدوين ديال السيد أيمن نور و جي سوتي سور لأكازون لأن تنقول كم أن الناس عندهم بطالة نحن تنعرف بأن المعدل بطالات ذلك ولكن هاد الشي ما كينناش أن هاد الناس خصهم الأمل ويشوفهم الزوين بسيد القاضي طبعا نعرف أن يقوموا بعماليه والمحامبين وبالقادرة كيف حدث يعني هذه مسائلة بالنسبة للنشر أتفق معك لأن ما عندحت شي ما عندنا لاش غنخليه لتخرج ذلك الشي تخرج بالطريقة هذي نعم الممنوع دائما نعم نعم أما البحث عن الأمل البحث عن الأمل تبارك الله كين مص female في هذه الحقيقة لك تدير Dude أنا أقول لك غير رد دلفعل اللي دارmaleه المغاربة في الفاجعة لجلزال وأره ماشي غير ك homeowners تعطيه واحد كين خيبات الأمل كين خيبات كيف ممكن ديره توازن لكن وليس بمنها الآمن ومن خيبة الآمن لا. الخير كان موجود وخير باقي آمان إنخاء الله مرحبا، شكرا أستاذ أغناج إلى هنا تنتهي حلقةنا كان شكرك بالأستاذ وجارة العادة أننا نقدموها بسيطة وضيف شكرا جزيلا مرحبا أنا وسهلا أستاذ، هاماش اختارينا الصورة تتمنى أنها تنذكرون صغير في توقوع شكرا جزيلا لكم والعكس أنا صورة جميلة جداً طبعاً أنا جميل فيها لا أحد يمنازعه فيها أنا جميل فيها لكن أعجبني أنكم اخترتوا صورة فيها بالبيدلاء يعني اسمته بالصفة وكنشكركم على هذه الهدية الجميلة جداً شكراً جزيلاً لكم شكراً للاستجابة للدعوة متابعين الإكسبرس أتمنى أن الحلقة تكون عجباتكم وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله مع خبير وضيف آخر إلى اللقاء شكراً للمشاهدة